موسيقى بسم الله على بركتي للمكونات خذيت مقلة وضعت فيها بصلة اللي كتكون كبيرة مقطعة قطعة صغيرة فلفلة خضرة مغسولة ومقطعة فلفلة حمرة حتى هي مغسولة مزيان ومقطعة قطعة صغيرة تنضيف لهم مقدار من زيت الزيتون ممكن تعودوه بزيت نباتي او زبدة ملح بحسب الدوق حسب المكونات اللي غاد يضيفوه من بعد حسب الدوق ديالكو رأس ملعقة صغيرة من بودرة التوم انا غدي نستعمل قطعة الجاج ممكن تعودوه بفص او فصين ديال التوم كنشحر هاد المكونات مزيان على نار متوسطة حتى كنتأكد انها بدات كالطيب عاد كنضيف باقي العناصر الى كنتو غادي تستعملو الكفتا خليوها من بعد ما تشحر هاد المكونات الى كنتو غادي تستعملو الطون خليوه اخر مرحلة انا هنا بعد ما شحرت المكونات الاولى غطيتها باش كتلق الماء ديالها عاد كنضيف لها كيميا من صدر الدجاج اللي كيكون مقطع قطعة صغيرة الكيميا حسب المتوفر عندكم استعملت كيميا قليلة اللي متواجدة عندي وكنخلط المكونات كاملة دائما نار متوسطة كما معروف على الدجاج كيطيب بسرعة عاد غادي نستعمل التوابل اللي كتمشي مع صدر ديال الدجاج البزار اللي هو الفلفل الاسود سكنجبير اللي هو الزنجبيل تحميرة اللي هي فلفلة حمرة حلوة بابريكا ممكن نضيفو اه الخرقوم عود اللي هو الكوركم وكنخلط العناصر كاملة اللي كستعمل الحار ممكن نضيف شوية ديالصص حارة او الهريسة بودرة كنخلط كل شي العناصر كاملة ما غاديش نضيف لها الماء نهائيا كنغطي عليها ونخليها كتلق الماء ديالها وغادي يطيب صدر ديال الدجاج كيما كتلاحظو كيتلق الماء انا كنحرك ونتأكد من نضج ديال القطع ديال صدر الدجاج كيطيب بسرعة نار متوسطة بش يطيب لكم بسرعة ما كياخدش الوقت نهائيا الى كانت الكفتة حتى هي طيبوها بسرعة ما تخليهاش كتقصاح بهاد المرحلة الاولى هنا كما كتلاحظو معي بعد ما طاب انشف غادي نحيد هدوك القطع ديال الدجاج مع الخضر جانبا ما غاديش نغسل المقرأ نهائيا كنضيف لها مقدار ملعاقتان من زيت الزيتون كيما دائما ممكن تعودوه بزيت نباتي او زبدة لكم الاختيار عندي هنايا كمية ديال البطاطس استعملت اربعات ديال البطاطات يعني من الحجم متوسط قطعتها وبخرتها يعني طيبتها على البخار ممكن تسلقوها ممكن اديروا لها الحاجة اللي كتناسبكم انا طيبتها على البخار خليتها بردات وضعتها في المقلبة عندما وضعت زيت الزيتون خضيت هنايا ثلاثة ديال البيضات مع ملعاقتان من الحليب سائل شوية الملحة شوية البزار غادي نخفقها للمكونات الدور هنا ديال الحليب غادي خلي البيض كيبقى طري ما قاسحش نهائيا ما كيقساحش وغادي نفرغ الكيمية ديال البيض هنا كيمية البطاطس بها كنعرفو كيمية البيض الى كانت المقلة عندكم صغيرة استعملو جوج ديال البيضات كانت كبيرة كتستعملو اربعة كتبشيو هكا يعني الكيمية ديال البيض اللي غادي تغطي لنا البطاطة كيما كتلاحظو نخلي واحد دقيقة ولا جوج ومن بعد كنضيف لي العناصر الاولى اللي حيت لاحظو بدوج ناب كيتماسكو ديال البيض كنضيف العناصر اللي طيبت في المرحلة الاولى يعني اكلة صيفية لديدة خفيفة يعني ممكن انتم ما تغيرو وتبدعو فيها بحسب المتوفر عندكم اللي ما كيف تضلش الفلافل ممكن اعودها بالخضر محكو كبحة الخيزو بحالقرعة غير ما تضيفوهم حتى الاخر مرحلة حيت هما بغياء كي طيب هنا كنصرح هالطبقة ديال الخضر والدجاج وكنوزع جبن اللي كيكون بحكوك اي نوع متوفر عندكم نستعمل جبن احمر نغطي الوجه ديال المقلع كامل دائما النار متوسطة هنا كنغطي عليه كما كتلاحظو هاداك البيض ما كيقصحش نهائيا هاداك هو الدور ديال الحليب نغطي عليه كما كتلاحظو البيض تماسك وبدع الجبن كيدوب اخر مرحلة كنوضع شوية ديال المعدنوس اللي كيكون مغسول ومقطع وكنتفع لها النار وكنتقدموها بصحة والراحة ممكن تقدموها في المقلع تقطعوها وكل ياخدو حطريف دياله او ممكن توضعوها في الصحن ديال التقديم ترجمة نانسي قنقر